السلام عليكم عاش حياة صعبة مع أسرة فقيرة ونجحت والدته في حمايته من التجنيد منذ أن بدأت الحرب لكنه نجاح لم يستمر فالشاب الذي يستعد لحفل زواجه وجد كل الطرق تسوقه إلى التجنيد فذهب إلى محرقة الحدود السعودية ولم يعد قصة زيد الهجرة يحكيها والده ووالدته في الفيلم التالي ثم نناقش الأمر بعده قصة خروجه من البيت يا بني حصلناه أزه حصلناه كبت حصلناه كل المهانات اللي ما كحنا نتوقعه ولا حصلنه هذا قصة رحيله مأسى خلاص أنا مسحت يدي لم أخرج من هنا نحن كحنا عايشين مكرمين لن نسرق لن نغالط لن ننافق لن نعمل شيء عايشين حر حر كيف الحر؟ يأكل مصدر رزقه يأكل رزق بالحلال حصلنا أربع سنين من أزهات القبر لما كانش تتخيل كان لما جاءاش لوقفوا اللي غاثة وقفوا اللي غاثة وقفوا اللي غاثة وقفوا اللي غاثة وقفوا اللي غاثة قال سمن بالله العظيم إنني بكي ولي التول بالكلو وفي بداية حياته قلت لك بالساحة كان ينزل لي كل يوم أنا كنت قارس بالساحة وهو كان جراتنا يتواصل معي ويوصلي للقات ويوصلي للصاحة هذا ابني ما عاش ما خرج من فراق ابني خرج من أزه ابني كان لو جزع بعد عيال الشباب واللي معهون الدلوث انتنفاه يروح يبكين وهو كحنا عايشين عشا كريمة عايشين مقحتقناش لحامقة بل تقناش على حامقة عاهداك وعاهد الله سبحانه وتعالى لقى نفقوا مع إنسان ولا شلكوا إغاثة من إنسان ولا إنسان الديني سوحت ولا إنسان عمال معي أي حاجة كم لذانع عايش هنا 25 سنة لقى مديكو بيدي المخلوق خلق الله عايش عايشة كريمة مكرمة عند الرحمة الرحمة ويقول الحاصل احنا نقزع صاحنا وطلب الله على بطننا وحصلنا 2003 وكاننا بروحنا مشايخ وبكرنا الدين الثاني يتم التقريد وواصلت معهم هنا أحفاد وأبناء وشبكات كبيرة وطويلة وعريضة من هنا من ضدنا داخل سعودية لا تقول حتى الآن لو كنكو مفتها مرتاح لا تجعل ابني أخرب البقع تفهم؟ لو كنكو مرتاح بأحسن راحة أنا رديكو بني مكل القبهات كان اهتري جريكا اهتري جريد درب الأمن السياسي اربع النهار كنكو شاقنان شاقنان على ابني شاقنان عدو بن 16 سنة كيف نجعل ابني ولي البقع؟ أقول له قزاع ابني قزاع ويبكين ما قزاع شو سالي ابني طريع الصلاف ألفين يمني من هذا حقه يوم قزاع وافتطر كوا الدم حقه هبرهين هبرهين بكي 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 لم يشبع لا هو ماشي 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 اللي حقه ماشي اللي سرطه خرج ابني من دقاهي ونكا مقبع عليه التمن قال كله يبني على الله واللعم يقود عمل للزربة يا نشو اللوغ يا نشو اللي اغتاروا بعيالنا ام صلتا للمها يعقولنا مكورة قد كل الصف وني اسأكبني اظلم كل زواء الفرغة فرغة كبيرة وكان ما ساقدرش يعني نكتصبوه اخرى طلع يضايف اللي عن زوجته قفز له من هذا المتربخ كان يقول له قطب حقومة هذين قطب حقومة الان شو سفر بكم الان انا وانتون انا وانتون ايه نزلك معبة فل من القرية انه خلاص ان الرجال لا يبيع قطب يسفر بهم ويبيع جاره ويبيع الجاهل ويبيع اهذان ويبيع كل شيء بخمسة ويقشط اخضر يابس ليس السعودية اهل اليمن اهل اليمن السعودية لا تذهب ما دخل ولا ما خرج يعرف عسكر يصلوا عسكر يخرجوا السعودية السعودية موجودة منه صغر منه والسلطات السعودية ما تمناعش تأشلهم الزفة الان تلعب كله اشتشاد اهل اشتشاد بكل محلق قول اشتشدوا عيال سبعة عاش عيال ثمان عاش عيال ما يزودش على عشرين ما بوش على عشرين اشتشاد اشتشاد بالتعيز اشتشاد بالعدادة اشتشاد بصنعها كلما يزيد على الثمان تاعس الان يصربوا لقل المستقبل الان يصربوا لقل المستقبل ومقرنين شكسوا لنا المقرنين اني اكلونا بأوله وقيمونا والان هم قارسين ويقحوذوا لنا لقل المستقبل ما يقلت الداخل انا رحت انا رحت رحت لهناك وطلبوا من نظم المرافق المرافق لم أقلوش يدخل قالوا انهم بوصهم بعد أن لو هنا مصاب بهذه اليد وهذا الريد وعنا ضقت ضقت هناك ما صبرت أجلس كودا يعني خرقوا من نصف شفاء ورحنا للمقبرة قبرناه وخلاص وبعد ما دفنا غلقت التلبون وانصرف على اليمن واني لا اعلم بحالي إلا الله ما رقمنا شف ابننا القوع اللي خلينا رقمنا بعيانتنا للبقع تفهم القوع تقول بدل ما قس الزلزال وتمهدل وقوع وعطاش والنسب حكوا عليها وقع بالأزر والنكير خلاص استسلم الدقاهي وهو حيو اللامات أقول لك الرجل ذو قال لزوغته بدل ما أسكلكش حق الحفاظة واللبان شرجع البقع شرجع هداري نقرا كان طريع مقترب ولا صواب تفهم طليع مقترب أول والصواب نزل لهونه قزع ذلك الثلاثة مئة ألف رجع يقلي قليك ما يخارجش شرجع للبقع إن حياكم أدنى من هلا الدنيا شرجع لعندك وعند عيالك ما حياكمش اللي حقي وأكلك انت وبناتك هو القوع ولا ما هو اللي يخلي الناس القوع اللي يخلي الناس يخليك أنا شرجون بابنين أقول لك ما خلاكوش أول ما بدأت ترك أن يقولي شين عسكروا لكونا شين عسكروا لكونا المعركة الحزو خارج اليمن خارج اليمن وما فيش أنا كنت من قبل أعتقد إنه هي متبق مع الحكومة اليمنية وهي ما فيش ما فيش أي تطريح ما فيش أي تطريح وما هي غلط ها هي غلط منذ منتصف العام 2017 بدأت عمليات استقطاب الشباب والمراهقين في مدينتي تعز وعدن تحديدا للذهاب إلى معسكرات التجنيد في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ومنذ ذلك الوقت وحرائق الحدود لا تكف عن التهام هؤلاء الشباب كل يوم يذهبون تحت ضغط الحاجة وتأثير الأحلام البراقة والتعبئة النفسية الخادعة ولا يعودون ومن عاد منهم فإنه يعود محملا بإصابة عميقة أو إعاقة دائمة مشاهدين الكرام ينضم إلينا من تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحمياري للحديث عن قضية استقطاب الشباب وتجنيدهم مرحبا بك سيد عمر مرحبا بك آخر كريم ومشاهدي قناة بلقيص الكرام يذهب كثير من الشباب والمراهقين للقتال في جبهات جنوب المملكة العربية السعودية ولا يعودون عن تناشط حقوقي تابعت هذا الملف هل هناك تقديرات لعدد من تم الزج بهم في هذه الجبهات في البداية نقول أن ملف استقطاب الشباب اليمني إلى الجبهات داخل أراضي السعودية قضية كبيرة وقضية مستمرة منذ أعوام اقتهدنا وحاولنا إيصال هذا الملف إلى المعنيين وتأكدنا أنهم على علم بهذا الملف وفي هذه الخلوقات بهذه الانتهاكات بهذا الاستقطاب المخالف للقانون والدستور لاحظنا أن هناك نوع من التغاضي نوع من التعاون غض الطرف عن هذه القرائم وبالتالي ما يحدث هو قريمة كبيرة أما بالنسبة لعدد الشباب الذين ذهبوا إلى الجبهات داخل أراضي السعودية فلا توجد هناك إحصائيات دقيقة كون هذه العمليات تتم بشكل سري ولا تتم عبر مؤسسات رسمية ولا توجد إحصائيات حتى أن دخول هؤلاء الشباب إلى داخل أراضي السعودية يتم من داخل معسكرات وربما منافذ رسمية عسكرية وبالتالي لا توجد مصادر يمكن العودة إليها للاطلاع على حقم ونسبة الشباب وعددهم ونسبة العائدين منهم على قيد الحياة ولا يوجد أيضا اطلاع رسمي على هذا القانب من حيث الشكل رسميا ولكن هناك علم بالتأكيد من قبل قيادة القيش من قبل قيادة سياسية على هذه العملية لا يبدو أيضا أن هناك من يريد أن تحصل الصحافة والإعلام على هذه الإحصائيات من الأساس عمليات التجنيد هذه أو بالأصح عمليات تجارة البشر ما موقف القانون اليمني منها؟ في البداية هذه العملية مخالفة للدستور وتعد انتهاكا للسيادة اليمنية هذه العملية لا تتم بشكل رسمي ولا تتم عبر بروتوكول واتفاقية عسكرية ومنظمة ومرتب لها بين الجيش السعودي وقيادة الجيش اليمني أو حتى بين القيادة السياسية الجمهورية اليمنية هذه العملية تتم عبر شبكة سماسرة بعضهم ينتمون للجيش الوطني وللأسف الشديد وتتم بسرية وتتم بشكل كثيف وممنهج وتضخلها الأموال بشكل هستيري هذه الشبكات مدعومة بالكامل وتتحرك بحرية كبيرة يسهل لها المرور من داخل مدينة تعز وصولا إلى مدينة مأرب رغم وجود العديد من النقاط التي تعرق المرور المواطنين لأغراضهم الشخصية نحن نستغرب عندما يمر مواطن من مدينة تعز إلى محافظة عدن أو المهرة أو حضر موت أو مأرب يواجه بالعديد من العراقيل ولا يسمح له بالدخول في كثير من الأحيان حتى بوجود بطائق شخصية ولكن هذه العملية تتم بشكل رسمي يعني بشكل مصرح له وبشكل سري ونستغرب كيف يتم التحرك بهذه الحرية دون وجود عراقيل من قبل الحزام الأمني في عدن من قبل النخبة الإيمال الشبوانية من قبل جميع النقاط بالعشرات التي تنتشر فيما بين الطرق المؤدية من محافظة تعز إلى محافظة مأرب حيث يتم التحشيد هناك ونقل الشباب إلى داخل أراضي السعودية لذلك نقول أن هناك تعاون كبير من جهات داخل جيش اليمني ولا ندري حقم هذا التعاون ولكن آثاره على أرض الواقع تقول أنه يتم على أعلى مستوى وأنه لا يواقه أي مشاكل لم نسمع بأن هناك فوق من الشباب الذاهبين إلى البقع تم إعادته من قبل الحزام الأمني في عدن أو من قبل النخبة الشبوانية لم نسمع أن القوات في مأرب وهي قوات أمن يبدو أنها منهجية وتحترم القانون لم نسمع أن هذه القوات في مأرب أوقفت فوقا يأتي من مدينة تعز للذهاب إلى داخل أراضي السعودية رغم أن هذه العمليات عملية التحشيد تعتبر قريبا وهل يتحركون على شكل أفواج؟ تعتبر انتهاك للسيادة اليمنية هل يتحرك هؤلاء الشباب ويتم يتحركون على شكل أفواج هناك تحرك تفضل يا أخي الكريم العملية تتم بشكل ممنهج جدا الأفواج تتحرك بشكل أسبوعي وأحيانا بشكل يومي يتم تجميع هؤلاء الشباب استقطابهم من القبهات عبر أشخاص محسوبين على الجيش الوطني الأسف وبعضهم غير محسوبين على الجيش ولكن في مناطق التماس في مناطق القبهات يتم استقطابهم من المتارس الأمامية يتم استغلال حاجة الشباب اليمني وفقره المدقع وضعفه الاقتصادي واستغلاله ماديا للذهاب إلى تلك القبهات أصبحت اليوم هناك ظاهرة عامة حتى في الشوارع نسمعها على لسان البسطاء على لسان الباع على لسان الشباب في المدارس في الجامعات هناك حالة مخيفة جدا من الاستقطاب كل من يشعر بالملال أو بضيق الحال يقول أنا ذاهب إلى البقع لأطلب الله أو أسترزق على حالي يظن الشباب بأن هناك نوع من العائد المادي الكبير ولا يعلمون حجم الكارثة التي يساقون إليها العملية خطيرة جدا وتحاط بنوع من الدعاية المقانية عبر أشخاص وشبكات سماسرة تتفرخ بشكل لا نهائي السماسرة تكاثرون كل يوم وعندما كنا نتواصل مع القيادات قبل عام وأكثر تواصلنا مع قيادات رسمية في القيش الوطني مع هيئة أركان القيش اليمني تواصلنا بأعمال قائد المحور السابق أبلغناهم بما يحدث بأماكن تقمع هلو الشباب بأسماء السماسرة أبلغناهم بطريقة الاستقطاب وكيف يتم ذلك الأمر ولكن تأكدنا أنهم على علم جميعا بهذا الأمر وأنهم لا يريدون الدخول في هذه المواقهة مع هؤلاء السماسرة وهناك ربما اعتقاد أن هناك حماية كبيرة لهؤلاء السماسرة وأن هناك مصالح كبرى تدار نحن نعتقد أن قيادة القيش الوطني متورطة في هذا الأمر التصريحات التي سمعناها قبل أيام بأن هناك 70% من القيش الوطني غير موجودين في المتارس لا نلاحظ الآن ونعرف أن هناك جزءا كبيرا من هذه النسبة الغائبة والتي تستلم رواتبها بشكل منتظم هم موجودون داخل أراري السعودية ومحسوبون عن القيش الوطني ويتم تسليم رواتبهم بانتظام ولا يعاقبون بأي عقوبات إدارية نتيجة الفرار أو التغيب رغم أن وقهة نظر القانون اليمني تعتبر هذا الأمر قريم ما يعاقب عليها القانون ففي قانون القرايا من العقوبات العسكرية تنص المادة 55 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل جندي فرأ أثناء خدمة الميدان كل جندي فرأ من الخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان أثناء وقود معارك ويعاقب بالحبس مدة سنة إذا كان هذا الأمر أثناء فترة السلم المادة 56 تعاقب السماسرة وتقول بأنه كل شخص يعاقب كل شخص بحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من أقنع غيره أو حاول أن يقنعه بالفرار من خدمة الميدان إذا كان ذلك الأمر أثناء خدمة الميدان وأثناء المعارك هل تقصد سيد عمر أن 57 من عمول القرايم والعقوبات سيد عمر هل تقصد أن عملية الاستقطاب لا تقتصر فقط على المراهقين في أزقة مدينة تيعي وأرياف عدن وتعز بل تتعداها إلى المتارس كما تهيأ لي أنني سمعت قبل قليل بمعنى أنه يتم استقطاب جنود من الجيش الوطني للذهاب القتال في الضفة السعودية نعم أخي الكريم وهذا الأمر للأسف الشديد تحققتمه شخصيا كنا في زيارات إلى بعض القبهات قابلنا العديد من الشهاب من الشباب الذين يعلمون نشاطنا في هذا الملف وكانوا يبلغونا عن محاولة بعض الأفراد وبعض زملائهم بالذهاب إلى القبهات السعودية وتواصلونا معنا بغية إقناع زملائهم بعدم الذهاب إلى تلك المناطق والتقينا بعدد من الشباب وحاولنا إثناءهم وإقناعهم استطعنا إقناع بعض الشباب ولم نستطع إقناع البعض الآخر كانوا يفرون بعض هؤلاء الشباب بالكاد حصل على رقم في الجيش الوطني وبعضهم لم يحصل على حقه في الترقيم في الجيش الوطني رغم أنه مناوبون في المتارس الكثير من الشباب لم نستطع إقناعهم لأن الدافع مادي والدافع الذي يضغط عليهم بالذهاب إلى تلك المناطق هو مادي والظروف الاقتصادية الصعبة خاصة مع عدم انتظام الرواتب بالفترة الماضية بالنسبة للمدنيين هناك حالة استقطاب شديدة أيضا للمدنيين هذه الحالة عمة القرى هناك مناطق كثيرة تكثر فيها عملية الاستقطاب مثل مناطق قرى جبل حبشي ومناطق صبر ومناطق بعض الحقرية هذه المناطق تشهد حجدا غير مسبوق وبالتالي فإن ابتعادها عن كاميرات الإعلام وعن نشطاء الحقوقيين يسهل لهؤلاء السماسرة القيام بأدوارهم الخبيثة بدون أن يتم الضغط عليهم أو ملاحقتهم ولكن ما نسمع فيه من أخبار تؤكد حقم هذه العملية أنها لم تستثني المدنيين ولم تستثني العسكريين هذه العملية شملت جميع الأعمار ولكنها تركزت بشكل كبير على صغار السن الشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والسابعة عشرة إلى العشرين سنة هم الفئة المستهدفة بشكل كبير بعضهم لم يتعدى السن القانونية ولا يمكننا الحصول على إحصائية دقيقة بالنسبة الأشخاص الذين يعتبرون القاصرين والذين يعتبرون أقل من السن القانونية ولكن من يطلعون على هذا الملاك يدركون أن هناك كثير من الشباب عادوا وهم في حالة نفسية عصيبة لكونهم وأعمارهم وموهلاتهم العسكرية لا تتناسب مع حقم المخاطر التي تعرضون لها داخل المعسكرات وداخل المناطق الحدودية والمعالك هناك وبالتالي فإن الأضرار كبيرة جدا وهناك أضرار اجتماعية وأضرار نفسية تتخلص السعودية من التزاماتها الأخلاقية والتزاماتها القانونية تقاه هؤلاء الشباب الذين يضحون بأرواحهم وبدمائهم اقتناعا ربما بعضهم يعتقد بأنه يدافع عن السنة وعن العقيدة وأن هناك مصالح مشتركة ولكن السعودية لا تثمن هذه التضحيات ولا تقدرها الجيش اليمني والقيادة السياسية اليمنية عندما طلبت تدخل دول التحالف وطلبت تدخل السعودية قدمت طلبا رسميا وعندما استجابت السعودية لهذا الطلب استجابت بشكل رسمي ولكن عندما يتم الزقب الشباب اليمني داخل أراضي السعودية يتم ذلك بشكل سري وشكل خفيم ومقيت لماذا سيد عمر ترجع السعودية حق هؤلاء الشباب سيد عمر لماذا ترجع السعودية إلى هذه الأساليب أليس لديها جيش محترف يستهلك ثلثي ما ينتجه العالم من أسلحة ومن تدريبات ومن دعم لوجستي هناك اعتقادين لهذا الأمر أن السبب الأول تخفيض التكلفة العسكرية على الجيش السعودي نعلم أن الجيش السعودية الأكثر قاهزية والأكثر استعداد ولديه معدات عسكرية متطورة ولكن نوعية المقاتل ربما تختلف نوعية المقاتل اليمني يراد أن تكون الكلفة أقل ضررا على الجيش السعودي وبالتالي يتم الزق بالشباب اليمني ولكن هناك مشكلة أخلاقية كيف يتم استخدام شباب أقل من السين القانونية كيف يتم استخدام قنود بغير اتفاقية عسكرية كيف يتم استخدام شباب مدنيين مقابل لمادي تافه جدا ويعلم الجميع أن القصد والدافع لذهاب هؤلاء الشباب هو الحصول على المقابل المادي فقط لا غير وبالتالي فإن هذا ابتزاز واستغلال للظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني هذه القضية لها قوانب أخلاقية ولها قوانب قانونية والسياسية سوف تلقي ضلالها كثيرا هل تنجو السعودية من التبعات القانونية لمثل هذا الإجراء غير القانوني وغير الأخلاقي بمعنى هل هذا العمل مجرم في القانون الدولي؟ القانون الدولي هناك اتفاقية تقرم وتناهض تقنيد المرتزقة واستخدامهم واستغلالهم ولكن هناك إشكالية قانونية تتعلق فيها التحالف الموجود فيما بين المملكة العربية السعودية والجمهوري اليمنية في هذه الحرب وبالتالي فإن جميع الشروط القانونية في هذه الاتفاقية لا تنطبق على القنود الشباب الذاهبين إلى القبهات السعودية وبالتالي هو أقرب ما يمكن وصفه إلى وصف المرتزقة ولكنه لا ينطبق تماما بحسب الشروط القانونية ولكن الالتزام الأخلاقي والقانوني يلزم على المملكة العربية السعودية تأهيل هؤلاء الشباب والاستعانة بقنود مدربين وعبر اتفاقية وبروتوكول عسكري متفق عليه فيما بين الجيش اليمني والجيش السعودي بحيث يضمن الجيش اليمني مستحقات ما بعد هذه العمليات يضمن أيضا حقوق هؤلاء الأفراد من الدفن اللائق من التأهيل والتدريب من عدم الزق بالأطفال صغار السن حيث أن جميع القوانين والأعراف الدولية تقرم استخدام صغار السن في هذه الأعمال العسكرية وحيث أيضا هناك تبعات نفسية وهناك أيضا أضرار اقتصادية تنقم عن هذه العملية لدينا الآلاف من الشباب يذهبون إلى داخل أراضي السعودية القتال بدافع مادة بحث هذه العقيدة القتالية لا تنقم عن اعتقاد لدى الكثير منهم بأنهم يقاتلون على قضية وإنما من أقل المال ولكن الآثار الاجتماعية والأمنية كبيرة سوف تنقم عن هذه العملية وهناك مخاطر كبيرة عندما يعود الآلاف من الشباب من هذه المناطق إلى الداخل اليمني وإلى مدينة تعز وإلى جميع أريافها وهم يحملون عقيدة قتالية بإنهم يمكنهم القتال من أقل المال وهذه آثار خطيرة يدركها الباحثين في علوم النفس وعلوم الاجتماع وبالتالي فإن الآثار خطيرة وعلى السعودية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تقاه هؤلاء الشباب وتقاه علاقتها بالجمهور اليمني أن تحترم السيادة اليمنية نحن نطالب السعودية فقط بأن تحترم السيادة اليمنية وأن تقوم بعقد بورتوكول عسكري وأمني يسمح لها باستخدام هؤلاء الشباب نحن لا ننكر تضحيات مملكة العربية السعودية مع اليمن لا ننكر أدوارها الكبيرة في هذه الحرب ولكن في البدء كانت السعودية أيضا لها يد في دخول الحوثيين إلى صنعاء وهذه المشكلة ومشكلة تساهمت فيها السعودية عبر أزمنا وعبر مراحل متعددة وبالتالي فإن المصير مشترك وبالتالي فإن القضية واحدة والأضرار كبيرة ولكن لا يؤدي هذا الأمر إلى القول بأن هناك بأن يسمح باستغلال الشباب اليمني بهذا الشكل سيد عمر عودة إلى شبكات الاستقطاب أعلنت السلطات قبل مدة إلقاء القبض على متهمين بالعمل ضمن هذه الشبكات للاستقطاب الشباب إلى المحارق الحدودية هل تم تقديم هذه الشبكة أو من ألقي القبض عليهم للمحاكمة في الواقع القضاء العسكري معطل تماما لم تحرك حتى القضية واحدة في محور تعز في نيابة العسكرية القضاء المدني أيضا بالنسبة للسماسرة إذا كان يتعلق الأمر بالأضرار ناقمة عن المدنيين لم نسمع بأن هناك أي قضايا أي تعويضات أي محاكمة أي محاولة معاقبة لهؤلاء السماسرة ولكن بواقع الحال هذه العملية مقرمة القانون يحمي هؤلاء المستضعفين هؤلاء الذين يتم استغلال حاقتهم بالنسبة للعسكريين القانون أكثر مضوحا وبالتالي نحن نعول على القيادة القديدة لقيادة محور تعز عبر قائد المحور اللواء سمير الصبري ونحن نقول بأنه رجل يفهم بالقانون وأنه رجل يحترم القانون ونحن نطرح عليه عبر شاشتكم نطرح عليه هذا الملف وأن عليه التحرك سريعا لإنقاذ شباب القبهات نحن نعلم أن هناك تسرب من خلال القبهات وهذا يبعف القدرة القتالية للجيش اليمني والجيش في محافظة تعز ونحن على أتاب معركة كبيرة لم تنتهي بعد والحوثيون لا يبعدون أكثر من كيلومتر على مركز المدينة وبالتالي فنحن في مرحلة خطيرة وينبغي على قيادة المحور هل فقط قيادة المحور في تعز يمن يتحمل مسؤولية استمرار عمل هذه الشبكات في المحافظة في الواقع أخي الكريم في الواقع علينا أن لا نحمل قيادة المحور في مدينة تعز هذا العب الكبير ولكن هذه القضية تبدأ من أكبر الرأس في الجيش الوطني من وزير الدفاع تبدأ من هيئة أركان الجيش اليمني تبدأ أيضا من نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسين الأحمر نحن لا نعتقد أبدا بأن اللواء علي محسين الأحمر لا يعلم بحقم هذه العملية وأنه غير موافق عليها وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أيضا كونه يتواقد في مأريب وهو مركز أعماله ومأريب تعتبر هي المنطقة التي يحشد إليها المقاتلين ومنها يتم الزقبهم في القبهات السعودية وبالتالي فإننا نعتقد أنه على علم بهذه العملية وأنه موافقين عليها بشكل أو بآخر تصريحات الجيش الوطني الأخيرة التي تقول بأنه هناك 70% غائبين نحن الآن نقول للجيش الوطني وقيادته أنتم الآن تعلمون أين ذهب المتسربون من الجيش الوطني أنتم الآن تتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية قانون القرام العقوبة العسكري يوقب عليكم معاقبة هؤلاء معاقبات إدارية بوقفهم وفصلهم سواء كانوا الفاررين من القنود أو السماسرة فصلهم ووقفهم من أعمالهم وسحب رتبهم ومنعهم هناك العديد من العقوبة الإدارية وأيضا محاكمات عسكرية وفقا لنصوص المواد 55 و56 وما لم يتم ذلك فإن قادة الجيش الوطني بدءا بوزير الدفاع وانتهاءا بأصغر ضابط في الجبهات لم يبلغ ولم يسعى جاهدا لوقف هذه العمليات عملية الفرار فإنهم جميعا استحقون محاكمات عسكرية وفقا لنص المادة 57 من قانون القرام والعقوبات العسكرية نعم ماذا عن الأهالي كيف يمكن أن يحمل أهالي أبنائهم من الوقوع في شباك هذه الشباكات في الواقع هذه المسألة عصية وصعبة الأهالي يترتب الأمر على حالة الوعي لدى المجتمع والأسر التي يتم استقطاب شبابها وبالتالي فإننا نركز على أن هذه العمليات تستهدف الشباب فقراء الحال والذين أصبح الجميع اليوم فقراء سيد أمر هناك حالات أكثر تردي وهناك استعداد كبير فقط ينتظرون التعرف بأحد السماسرة هناك شباب يبحثون عن السماسرة للذهب إلى البقع يسألك هل تعرف سمساري للبقع أنا أريد أن ذهب إلى البقع حتى أعود أتزوّق وحتى أساعد وسلتي وحتى يعتقدون أنهم ذاهبون في غربة لجمع المال ولا يعلمون بأنهم ذاهبون فقط إلى حدفهم المجتمع عليه واقب كبير على مجتمع على النخب على وسائل التوعية على المنظمات التوعية على المساجد على الخطباء على الدعاة على الجميع أن يقوم بواقبه بالتوعية من مخاطر هذه العملية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والقانونية وأيضا الدستورية هذا انتهاك في حق الجمهوري الأمنية واسترخاص لدماء شبابها لماذا يذهب الشباب إلى هناك بغير غطاء قانوني وأخلاقي وبالتالي فإن الفقير لا يعلم حقم ذلك الأمر وإنما يفكر فقط في لقمته وبالتالي فإن هذه الشبكات الشبكات السماسرة تركز على الفقراء وتنتشر أيضا في المناطق النائية في الأرياف في المناطق الفقيرة والمجتمع اليوم بشكل عام هو مجتمع فقير ونعتقد أن المملكة العربية السعودية تدرك ذلك وهي تنشر هذه الشبكات السماسرة وتبخ لها الأموال علما بأنهم قادرين على استقلاب الشباب واستهدافهم إلى الأراضي السعودية هل يمكن للأهالي أو الضحايا الناجين من هذه الجبهات مقاضات المتورطين في استقطابهم والزجبهم في هذه المعارك مقاضات أيضا السلطة السعودية التي استغلت حاجتهم واستقطبتهم عبر هؤلاء لحماية جيشها المدرب والمحترف كما يفترض في البداية عودا على السؤال السابق نحن ننصح الأهالي بأن من يعلم بأن ولده ويتم استقطابه عليهم بالتعرف على اسم السمسار وتقديم شكوة رسمية إلى قيادة الجيش الوطني نحن لازلنا نعول على قيادة الجيش بأنها سوف تنحرك إذا ما تجاوزنا مسألة قيادة الجيش لأنه لا يبدو أن هناك عمل سيد عمر واسمح لي بهذه العبارة لكن هل هناك إجراء معين يمكن أن يتجاوز قيادة الجيش متورطة في الدفع الشباب اليمني القصر في غالبية تم إلى محارق الموت على الحدود الشمالية البلاد هناك إمكانية بتقديم شكوة للنيابة العامة بأن هناك حالة ابتزاز واستغلال وفقا لنص المادة 317 من القانون القرائم والعقوبات من يعلم أن هناك سمسارا يحاول استقطاب أحد أبنائه وأقاربه ويستغل حاقته وضعفه وعدم وعيه وتهوره عليه تقديم شكوة للنيابة أو إلى وكيل النيابة بأن هناك حالة ابتزاز وحالة استغلال لضعف هذا الشاب المادية وأيضا تهوره وفقا لنص المادة 317 من قانون القرائم والعقوبات وهذه المادة يعاقب من يقوم بهذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي أنها قريمة غير قسيمة ولكن يمكن البناء عليها لمقاوضات هؤلاء الشباب وأيضا يمكن البناء عليها عند عودتها إلى الشباب بالحصول على تعويضات نفسية وتعويضات مادية على الأضرار التي تعرضوا لها خاصة الأشخاص الذين قرحوا والأشخاص الذين لم تعود قثامينهم يمكن لأهاليهم مقاوضات هؤلاء السماسر كونهم يستغلوا حاقتهم وتهورهم أيضا نحن نتمنى وقد شاهدنا قبل أيام أن هناك نوع من التفعيل للقضاء العسكري نحن نتمنى من قرية الجيش أن يفعل هذا المكون الهام نحن الآن لدينا العديد من الضباط الذين لديهم حس أمني ولكنهم لا يستطيعون التعامل مع هذه القضايا هناك نوع من التعاطف معنا من قبل الضباط وعقداء في الجيش ولكن لا يليس بديهم حيلة كون أجهزة العقاب معطلة وبالتالي الأولى أن يجب تفعيل مؤسسة القضاء العسكري والنيابة العسكرية وأيضا يجب على النيابة المدنية والنيابة القنائية أن تستقبل هذه الشكاوى وأن تعتبر هذا الأمر فعلا يعاقب عليه القانون وفق المادة 317 وأن يوقف هؤلاء السماسرة هؤلاء السماسرة يتحركون بحرية ولا يتعرضون لأدنى مضايقة وهذا الأمر الذي نعتبره قريمة أخلاقية رسالة أخيرة فيما تبكرنا من وقت حول موضوع استقطاب الشباب إلى الحدود السعودية رسالة للشباب وهم الطرف المستهدف بهذه العملية وهم الطرف الضعيف والطرف الذي لن يعود ربما في أغلب الأحوال رسالة إليكم أيها الشباب أنتم تناضلون في أرضكم وبين أهالكم تدافعون عن وطنكم تدافعون عن منازلكم عن دولتكم وعن حلمكم وعن مستقبلكم لماذا تضطرون للذهاب إلى قبهات لا تعطيكم الحق في العودة حتى على شكل قثمان نحن نقول لكم الموت في هذه الأرض أشرف لكم وأكثروا أليقوا أكثروا احتراما لتضحياتكم نحن نقول لكم أنتم الأكثر وعيا وأنتم الذين نعول على وعيكم عليكم أن تمنعوا زملائكم من الأشخاص المندفعين من الذهاب إلى تلك القبهات نقول أيضا إلى قيارة القيش الوطني عليكم واجب قانوني وأخلاقي أنتم الآن وصلتم إلى سدة الحكم وعليكم احترام القانون قانون القرام العقوباتي وعاقب على هذه القرائم ولم نسمع عن أدنى تحرك في عدة محافظات عدن وتعز ومأرب أيضا نحن نوجه رسالة إلى أهالي امنعوا أبنائكم هذه محرقة لا يعود الكثير من الشباب شاهدنا كيف يتم التعامل معهم كيف يتم استعتبارهم مقرد أرقام ومقرد أسماء لا يستحقون أدنى مستحقات بعد وفاتهم لا يستحقون أرقام عسكرية لا يستحقون رعاية اجتماعية وبالتالي هذه القريمة بحق أولادكم لا تسمحوا لهم بالذهب إلى هناك وتموتوا الحرة كما يقال ولا تأكلوا بتدهيها المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري أدركنا الوقت شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة تعز أعزائي المشاهدين إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أسرة الشاب زيد الهجرة تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر